السلام عليكم ورحمة الله معكم عبادية ميقشوف ديجي دعنسف ديليسينز كارد كوز خطايا السبع فيديو اليوم رح نحكي عن update اللي هو رح يصير بتاريخ 8-9 اللي هو عندهم 7-9 وعننا 8-9 وخلينا نبلش بأول شغلة اللي هي طبعاً update رح يكون من ساعة 10 بي ام بي دي تي للساعة 12 ونص بي ام بي دي تي يعني من الساعة 8 بتوقيت الكويت للساعة 10 ونص ساعتين ونص بحانا ممكن يصير ثلاثة اذا كان في يعني اخطاء ممكن يمددون الساعة هلأ اول شخصية اللي هي رح تنزل بالهذا الupdate طبعا الupdate رح يكون عبارة عن اسبوع اعتقد اللي هو ايوان من 8-9 ل 15-9 اللي هو مونو شخصية مونو اللي هي حكينا عنها كتير اللي هو شخصية اصلية يعني هاي من اختراع نت ماربل نت ماربل بقى هلأ بس نخلص بنحكي عنها طبعا كان obtained through the experiment subject of death step up draw event يعني رح يكون step up يعني متل ما كانت لليا فلينتي اللي هو انه انت بتسحب بتوصل لعشر عشر مالتيات تطلع لك مية بالمية مونو طبعا بصراحة انا ما بعتقد حدا ممكن او لازم يعمل عليها انه هي مونو اوكي منيحة بس مو والله انه هي best character يعني مستحيلة تكون من افضل الشخصيات عرفتوا كيف بقى هاي من هلأ عاملكم لحظة يسحب عليها بس في شغلة لانه لما تجي step up كل الشخصيات الاصلية رح تكون موجودة معهم مثل فلينتي مثل ليليا الخضرة والزرقة بقى اللي ما عنده ليليا وبده يسحب او بده يجرب حظه مشان تطلع له ليليا يجرب بس هي ما رح تكون يعني الشخصيات الاصلية ليليا لا رح تكون مونو الشخصيات الاصلية وممكن يطلع لك شانس انه ازا سحبت يطلع لك ليليا وغير شخصيات كمان ها في نا واخيرا بعد طول الانتظار اجا السالفاج اوب السالفاج اوب انه انت لما تعمل تتخلص من القير تبعك اللي ما بدك هي في فرصة اكبر انه يطلع لك سوبر سكسس والترا سكسس لما يطلع لك سوبر سكسس والترا سكسس ساعته ممكن يطلع لك awakening stone اكتر وممكن يطلع لك enhancement stone اكتر بنيجي هلأ الشغلة التانية اللي هو awakening lilia disaster battle exchange relationship item added طبعا awakening lila disaster battle reward هلأ في custom لمونو رح تناخده مجانا او مو ما اخده مجانا يعني بتسحب عليه عن طريق هدول الماتيريال بقى اللي مو مخلصون يجمع ويطلعون وفيك طبعا طلع واحدة من كلون بقى هلأ ما بعفزا حيزيدو شي تاني ولا بس هيك انه هو المفروض كمان كان في added a dark red disaster model to awakening lilia disaster battle reward custom set added to new hero human weapon mono هلا بابعرف إزا بس رح ناخد مونو ولا ممكن كمان ناخد ليليا ما بعرف لسه بصراحة وسكند ريتين أوف ريتين بابولر كوستوم سيت طبعا الكوستومات هدور رح يرجعوا فيك تشتريهم بمصاري اللي هو اسكنور مارلين قوثر قيليا أو قيلا وجريكو وفي رح ناخد كمان أو رح تقدر تشتري إزا بدك اللي هو نيو كوستوم فور مونو يعني لبس جديد لمونو اللي هو أساسين أوف أبس كوستوم سيت ونايت هود بوس باتل هاي شغلة كتير مهمة لازم لكل يعرفه أنه هلا الأسبوع الجاية رح يتغير البوس اللي موجود حاليا اللي هو كيلك ويجي مكانه إينك إينك اللي هو أحسن شخصية ضده اللي هو كان على أساس فالنتي واسكنور بقى هلا بنشوف إزا في شي رح يتغير ولا رح نلعب بنفس الشخصيات هلا بالكيلك كان ما فيك تجيب سكور كتير كتير عالي يعني ممكن أغلب الناس كانت تجيب بحدود ثلاث تالاف الفين وتسعمية بهال الحدود هذا ممكن نجيب فيه أربعة تالاف وخمس تالاف لأنه هذا أهم شي عندك الـ HP يكون عالي كل ما كان HPك عالي وCC تبعك على كل ما رح حاطيك نقاط أكتر يعني ممكن الواحدة تجيب فيه ألفين وشوي Diamond reward for equipment awakening to tier 5 هاي هي اللي كنا نحنا عم نستناها اللي هي رح تكون هلا موجودة دائما tier 5 awakening SSR equipment acquire through SSR equipment selection ticket not received آه أوكي أول شي إذا أنت شاري القير شاري الشراء اللي هو خمس نجوم بمصاري ما رح تأخذ عليه جمات you will also receive diamond according the number of SSR equipment already awakened into tier 5 before this update يعني هلا أول شي أي من بكرة أي قير أنت مسوي SSR خمس نجوم رح تأخذ عليه جم واحدة ونفس الشي لأي UR أنت أورادي مسوي رح تأخذ عليه جم واحدة as has already passed the tier 5 يعني هلا أنت مو إذا أنت مسوي UR معنا ما رح تأخذ جمات أنه هو الأصلي لازم يكون خمس نجوم بقى أنت أورادي أنت مسوي خمس نجوم وعمله UR بشانك ما رح تأخذ النجمة بس مو ما رح تأخذ والله مثلا جمتين إذا أنت سويت SSR لما تسوي UR رح تأخذ جوهرة تانية لا جم واحدة بس رح تأخذ على كل جير يعني على كل قطعة جير عندك يا هلايك هون آيلينا after this update you will receive one diamond for every SSR equipment awakened to tier 5 you will not receive another diamond when you make it grade UR يعني أنت رح تأخذ جم إذا سويته خمس نجوم SSR خمس نجوم بس ما رح تأخذ إذا سويته UR بس إذا أنت أورادي UR رح تأخذ أول مرة بس فقط هلا الشخصيات اللي رح يكون عليها UR جير هي مونو جيليان ومارماس وطبعاً بلاتينوم كوين شوب الشخصية اللي رح تنزل بالكوين شوب هذا الأسبوع هي مونو سبيت وشغلات اللي رح تخلص اللي هي diamond bugoo event اللي هو اللي نتشتري وتأخذ رح تعملها reset وهيرو enhancement rate up event يعني إذا أنت نقوي تطور شخصياتك طوراً اليوم لأنه هذا أحسن وقت لتطور فيه شخصياتك هلا بنجي للشغلة الثانية اللي هي الـ event اللي هو تبعى السندوق السندوق الثالث هذا هو الباسورد تبعاً assassin اللي هو المقاتل بسموه لا الـ assassin اللي هو أنه بيقتل بصمت نفس كيلوة نفس assassin creed بقى هي هي هلا بأعتقد واحد منهم رح يكون هدول الشخصيات لأن هدول الآخر ثلاثة المفروض واحد اثنين ثلاثة يعطونا فيهم ما بعرف أو ممكن انت وحظك هاي ممكن ما يطلع لك هدول ما بعرف بقى هي هي الكلمة assassin طبعاً أنا رح عمل فيديو خاص فيها وفرجيكم شو بيطلع لي لأنه هيك عم هلا صرت ساوي لأنه كتير ناس بعد ما عمل الفيديو بظل بتسألني شو الباسورد شو الباسورد ما بعرف ليش المهم بقى هذا هو الباسورد هلا بنجي للشغلة اللي أنا كنت بدي أحكي لكم عنها اللي هي الـ eventات اللي في event كتير كتير مهم أنه أنا نفس السؤال سألته لحالي هل هلا رح يخلص الـ event اللي هو أنه بالـ draw ولا لا الـ draw شو أظفي أنه أنت هلا لما تسحب عالجير بالمصاري اللي هو بالـ gold تبعك في فرصة أكبر ويعطيك SSR gear وSSR equipment بقى هل رح يخلص هاد مشان هلا رح سوي ولا رح يتم توا شايفين هون شو مكتوب after من 31 لـ 15 من 31 لـ 15 اللي كان موجودة للـ SATA اللي هو double drop rate for SSR item يعني رح تكون موجودة للأسبوع الجاية بقى هلا أنا كنت بيعملها هلا بس شو المشكلة إنه هلا رح تخلص كتير من gear إذا بدي أعملها بقى لا أنا خليني نتأكد أول شي هل هادا اليوم رح يخلص الإفنت ولا رح يتم موجود هون كاتبين لا إنه رح يضل موجود لـ 15 شهر عند سمعنا أسبوع نعمل عليه بقى مشان هيك خلو بس هاي هي الإفنتات اللي رح تكون موجودة بقى طبعا Los Vines موليودس رح تكون موجود بس هلا بنجي للشغلة هلا المفروض Easton تنزل مع مونو ليش ما نزلت بعتقد شو رح يسو كل أسبوع رح ينزلوا شخصية يعني هادا الأسبوع رح ينزلوا شخصية مونو ريد سوري مونو والأسبوع اللي بعده رح ينزلوا أعتقد أعتقد بس ها مو متأكد 100% بس عملكوا ممكن ممكن هيك يعملوا ممكن بس شو المشكلة أنه ليليا رح تخلص الأسبوع الجاي يعني 15 شهر رح تخلص ليليا اللي هو الـ Evil ليليا ليليا الشريرة بقى حاولوا تخلصوا كل شي بليليا مشاق قبل ما يخلص عرفتوا كيف وبس بقى خير نحكي على مونو بسرعة وين مونو مفروض هون تكون characters أيواليك مونو أول أول سمشال تبعها طبعا هي لونه أحمر إنه مونو لونه أحمر لديك مونو ريد مونو جرين ما دخلها مونو طبعا هي من الشخصيات الأصلية اللي هلأ ما بيعرف يعني هي اختراع ما حتقوا بالإنمي هي اختراع منت ماربل هي وليليا وفالنتي وإيستن ودول وشين ومسيامين كان الأخير تبعهم أول سمشال تبعها بتعمل داماج أيواليكوالتو مئة وستين بالمية عن ون إنيمي يعني بترفع ضعف ضعف تبعها لما تضرب أي ضربة لفل واحد ولفل اثنين ولفل ثلاثة بس الداماج رح يزيد يعني إذا عاملت كريت شانس أعلى معناها في فرص أنه تعمل كريت أكتر بقى هاي هي يعني هاي ممكن حركتها بتعمل كريت كتير كريت داماج لأنه ليش الكريت شانس رح يزيد هاي أول حركة تبعا الحركة التانية إنفلك داماج إيقوالتو مئة وخمسين مئة وخمسين وثلاثمية وخمس وسبعين وبتعمل بويزين البيزين طبعا أنه هو اللي رفعوه صار داماج إيقوالتو خمسين بالمية أو داماج دلت شو يعني يعني مسلا انت عملت عشرة آلاف داماج لما ضربت الضربة العادية بعد ما يخلص الوقت أو الدور تبعاك رح تضرب خمسة آلاف عليه الزياد يعني هيك رح ينضرب خمسة آلاف لحاله ليش أنه رح يضرب خمسين بالمية من الداماج اللي انت عملتو كبويزين كسم الحركة اللي هي الألتمت تبعها اللي اسمها اندلس بين انفلك داماج ايكوالتو 455 داماج أو فاتاك وان انمي وميك تاركت بليد يعني هي رح تعمل بويزين بحركة العادية ورح تعمل بليد بالألتمت بليد بالألتمت اللي هي بتعمل 80% داماج بعد ما يخلص الدور كل دق لمدة دورين يعني نفس إذا ضربت مثلا ضربة اللي هي عشرة آلاف رح تروح الدق اللي بعده ثمانت آلاف من اتش بيو للأفتين هلا طبعا هدول الستات تبعاتها اللبس هو هاد هلا بنجي لليونيك اليونيك تبعا increase damage dealt by 50% if attacking enemy with bleed poison and shock debuff يعني إذا أورادي هلا أنت ضربت صار علي ضدك بويزين إذا رجعت ضربته أي ضربة عادية أو أي ضربة تانية رح تعمل 50% داماج زيادة إذا عليه بليد إذا عليه بويزين إذا عليه شوك مو طبعا لازم يكون علي للثلاتة أي واحدة منهم يعني أي دي بوف من هدول الثلاتة اللي هنين البويزين بليد شوك رح تعمل 50% داماج زيادة عليه باي هي مونو هل هي قوية لدرجة أنه أنت لازم تسحب عليها لا بصراحة هلا الكريت شان 7 حلو يعني إذا هي خليني نقول 80 لفل 1 يعني ورفعت يعني هنصير 160 160 ولسا أنت ما عملت لقير وعملت لشي يعني حلو الكريت شان 7 عالي وواطي وكريت داماج 130 ممتاز المهم بقى هل شخصية حدا ممكن يعمل عليها لا بصراحة بس شوف هلأ فيه شغلة هلأ ممكن ممكن لأنه هي ستب أب الستب الأولى راح تكون 30 الستب الثاني راح تكون واحد هلأ ممكن أنا أعمل ملتيتين لي هي مشان 31 جيم أعمل ملتيتين ممكن نعمل هالشي بس لفرصة أنه ممكن يطلع لي ليليا وفالنتي مو مونو وإذا طلعت لي مونو ليش لا بس أعتقد هيك هلأ بنكون وصلنا هلأ في فيديو تبعا اليوم أرجو أنه تكونوا استمتعتوا فيه وإذا استمتعتوا فيه لا تتعنوا لايك للفيديو وتشتركوا معنا بقناة عشان يصلكم كل جيد مني وبنشوفكم على خير في فيديوهات تانية مع السلامة